اليوم أيضاً هذه من الرئاسة أنا طبعاً نسميها ما يسمى بالرئاسة لأننا نحن لا نعترف بيتبون باعتبار لا رئيس جمهورية ولا رئيس دولة ولا وزير الدفاع ولا قائد عام للجيش كل هذه هو وهو ولا رئيس مجلس فوزراء ولا القاضي الأول في البلاد كل هذه الصلاحية تنتعب نحن لا نعترف بأي منها نحن نعتبر أن الجنرالات جاءوا به باعتباره الآن الواجهة المدنية المفروضة على الشعب الجزائر ولذلك كل ما نذكره سنقول ما يسمى بالرئيس أو ما يسمى برئيس الدولة أو ما يسمى برئيس جمهورية لا نعترف به دوسواديزي قال لك أعلنت رئاس الوزراء الجزائرية الثلاثاء أيضا هذا ما يسمى برئيس الوزراء يعني إنهاء مدير تلفزيون الرسمي والهيئة الحكومية للتسيير الإعلانات الموجهة لوسائل الإعلام لانيب وقتاش تعينوا هذا المدير العام للتلفزيون الرسمي التلفزيون والإذاعة بتعينوا وهذا المدير تعلانيب لانيب هي تعال الإعلانات تعينوا في ميل ماضي في ميل ماضي ابتداء من عبريل بدأ بن صالح تحت أوامر القايد صالح والجنرالات بدأ نحي هذا نحي هذا نحي هذه في هذه نحو الولات نحو الدايرة صح واش كانت الناس تنتظر مثلا ينحوا المفسدين ويحطوا مثلا ناس على الأقل مهنيين ما نقولوش ناس الحراك وناس الثورة وناس التغيير والناس اللي تحمل أفكار قوية الشعب الجزائر ما نقولوش هذا نقولو على الأقل ناس مهنيين لا بدأ الموسى الحاج بالحاج موسى او درك نزيدوا هذا المثال واللي يبدل بن مسعود بمرماري هذا ومرماري هذا بن مسعود بتاع وزير السياحة في 2018 كان هذا اسمه مرماري ولا اشي يسموه وبعد جابوا بن مسعود ودركوا وخلفوا هذا مرماري فليسرا تم هذا ايضا ولذلك الان بعض كبار القوضات اللي تعينوا في الأشهر الماضية بعض كبار رؤساء الامن اللي تعينوا في الأشهر الماضية بعض الولات ورؤساء الدوائر كل هؤلاء يعودوا يبدلوه واش يجيبوا؟ اليوم لما نحوا هذا التلفزيون ونتعلى جابوا زوج واحد هذا اللي عينوه اللي عينوه على التلفزيون سيناتور تعفلين وقبل ما يكون سيناتور اذا كنت منذكر ذاكرتي جيدة كان مراسل انتع قناة فضائية اجنبية وكان مرموري اها وذكروني في الجماعة قالت مرموري اها بن مسعود مرموري مرموري بن مسعود هذه هي ذلك بدل الحاج موسى موسى الحاج مرموري بن مسعود مسعود بن مسعود مرموري هذا اللي جابوه رئيس التلفزيون يجيب لك واحد مثلا مهني يجيب لك واحد مثلا خبير في الاعلام يجيب لك واحد مثلا مستقل في رأيه لا لا سيناتور واحنا نعرفوا اللي سيناتور تعليه فلان كيفاش وصلوا سيناتور فليه فلان ويحطوا لك موديل العامة على تلفزيون هذا راها استجزاز واحد اخر لكن راها جزء كبير من المسؤولين اللي راهم يجيبوهم الان ولا اللي راهم موجودين الان هم منين افلان ار ان دي ولما ما يكونش افلان ار ان دي يكون تحت وصاية احد الجنيرالات اكثر من نصف الحكومة القائمة اليوم وان شاء الله كاش نحن نخصصهم اسم باسم اكثر من نصف الحكومة القائمة اليوم جابهم جنيرالات اللي هي زوجة جنيرال اللي هي نسيبها جنيرال اللي هو نسيبه جنيرال وهكذا اللي ما هوش نسيبه جنيرال والله ممكن نسيبه عقيد انتا حنوشا ابن او ابنت وزير سابق قاعدين يدوروا غير في الدورة هذي كنتا كلوب ديبان وزيرالتا وطبعا وان يسكنوا كبار الجنيرالات هذوين قاعدين يدوروا لذلك هذه الحكومة هي ليست فقط غير شرعية هي حكومة استفزازية هي حكومة انتا استفزاز انتا الشعب هذا يا الله دير عشرة وقرص كما يقول المثال اذا رئيس التليفزيون الجديد سيناتور في الافلان وما ادراك ما الافلان انتا ولد عباس وانتا جميعي وانتا سعداني قمة النذالة والقذارة والفشل والرداءة تجسدت في الارند تاويحيا في الافلان انتا ولد عباس وانتا سعداني الى اخره منهم يجيب لك المسؤولين يجيب لك الولات يجيب لك رئيس التليفزيون يجيب لك كذا الى اخر ولاخر هذا ثاني اللي يحطوه لانيب هذه الوكالة انتا اللي تبعثر اموال الشعب تشربه الذمم لانيب هذه اللي هي الوكالة انتا الاشهار حطوه لها واحد سموه الاعقاب الاعقاب يقدس في حكم العسكر ويقدس في تبون وكان تابع له تماما وين حطوه تبون والجنرالات اللي من الخلف حطوها على رأس وكالة الاعلانات لانيب هذه والانيب وشنو اللي ما يعرفش دورها الانيب هذه كل سنة يعطوها الاف المليارات باش بلدية حبت دير مناقصة بلدية حبت ابني مدرسة مثلا وين دير المناقصة هل رئيس البلدية يتحكم في الموضوع ويروح مثلا للجريدة الفلانية او التليفزيون الفلاني او يدير في لا لازم يمر عبر هذه الوكالة كل الاعلانات منتع الحكومة بلديات دوائر ولايات وزارات رئيس الجمهورية الى كلها لازم تمر على الانيب اي ان هذه الانيب عندها خزينة ضخمة من الاموال على من تصرفها هل تشوف مصلحة مثلا قال بلدية بلدية في غليزة حبت ابني زوج مدرس مثلا تشوف جريدة محلية في الغرب او جريدة مثلا في الولاية تنشر فيها البيبلي سيتي مثلا ويعطيه لصاحب الجريدة قال خمسين مليون على حساب البيبلي سيتي لا هو راح يشوف الجرائد اللي يخدموه الجرائد اللي يقدس الحاكم يقدس العسكر يقدس النظام او في افضل الحالات يشوف لانه هذا لما يكون مدير ذرك تولي سبع اثمان شركات واحدة باسم بن خالته واحدة باسم بن عمته واحدة باسم نسيبه واحدة باسم مرته الى اخره هي كلها شركات انتاء والله هو يشرك فيها وهوي واللي يعطي لهم هم وهم يعطوا للجرائد اللي يحبوا كسب المثال ومرات مباشرة يروحوا ينشئوا جريدة ما ما كاش ليسمع بها كما في عنابة قال دير جريدة في اي كاين جريدة في عنابة تاع ولاد القيد صالح ما كاش ليسمع بها لكن تجد ان هذه الجريدة نصفها اعلانات علاش وباش يتقرب من ولاد القيد صالح فالانيب هذه في الحقيقة هي موال الشعب الجزائري اللي تشترى بها ذمام القناوات والجرائد والاشخاص حسب التقديس حسب الخضور حسب المصالح وفي مرات كثيرة المسؤولين اصلا تاع لانيب يشكلوا شركات باسامي مستعارة او بالاسامي تاع الاقارب انتاحهم ويوزعوا لهم تلك المليارات وهكذا فهي الجزرة اللي قدموها باش يشيروا الذمام ويشيروا الجرائد والقانوات ومن بين هي كاين اشياء كثيرة لكن واحدة منهم هذه هي المال الاموال فعين اليوم ما يسمى بالرئيس عين احد الاشخاص ليس فقط الفاسد مالياً ولكن فاسد فكرياً وخاضع تماماً لدولة الحنوشة وكذلك لعينه على رأس تلفزيون فلا تنتظروا كل مرة يجي تابون بكل الخطوات اللي يقوم فيها تعينات اللي يقوم بها يعطينا مؤشر انه ماضي في العهدة الخامسة وربما ابشع من العهدة الخامسة ماضي في تطبيق برنامج الرئيس بعض اخواناً لما وضعت للبارحة والله القول انتاو والله اللي انطبق برنامج الرئيس الى اخره والله يا برنامج الرئيس ما يتوقف قالوا راهو كان يتكلم على السكن طبعاً انا عارب لي كان يتكلم على السكن لانه كان وزير سكن انا ذاك وبالمناسبة لما كان وزير سكن كان هذا وزير الداخلية بالجود هذا كان هو رئيس ديوان تاو تعرفوا ان هذا رئيس ديوان تاو كان جزء من عصابة مشكلة من طيب لوح رئيس الدرك هذا اللي نحاولها ذكروني في اسمه وزوجة هذا رئيس الدرك كان وربعة كان يمدلهم وكان معاهم واحد اسمه عبدالله عمر عبدالله عمر هذا دائر شريكة انتع انتع خدمات دراسية وانتع بناء وا 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 الى اخره وعن طريق عبدالله عمر هذه تمر السكنات بالجود هذا وزير الداخلية اللي راه الان وزير داخلية كان رئيس ديوان تابون لما كان وزير السكن واحنا عارفين واش دار تابون لما كان في وزارة السكن والناس اللي عنات بالقصير نعم بالقصير وزوجته بو خرصة وطيب لوح وهذا عبدالله عمر هذا الربعة واللي كان يمدلهم بلا حدود هو هذا بالجود اللي راه الان وزير الداخلية ولذلك هم عينوه وفرضوه معه تابون طبعا تابون هذي تمشي معاه على الاقل يلقى الحماية طيب لوح يومها اللي كان مقرب جدا وكان حبه حتى يظن روح يولي رئيس وبالقصير كان مسؤول كبير في الدرك وزوجته مسؤولة في القضاء في تيبازا فهو محمي لكن مدلهم يعني المعلومات اللي عندي أني مدلهم مئات سكنات بلا تحفظ قطع أراضي بلا فيلات تباع يعني الفيلا اللي ممكن تسوى عشرين مليار يبيعوها بمليار مليار ونص مباشرة صاحبها يحطها في السوق يبيعها وأحيانا يبيعهم بلورو مباشرة مدامه كان فاسد فهو رقية ولا وزير داخلية هكذا راه يتمشي البلاد فعودة إلى العناب إذا يعطينا مؤشر آخر والتليفزيون أيضا يعطينا تبون مؤشر آخر أنه ماضي في الفساد بلا حدود موسيقى